يا أخي تبقى حاجة حلوة كده لما بداية الأسبوع تبقى بداية حافلة يعني ما بين أرقام وإحصاقات هنتكلم عليها الحمد لله تقلق وشفش أي حاجة نزيل فل وحش ممكن ننزلك دلوقتي خمسين ضغط خمسين ضغط وش لو عايز نخش الرهان المهم يعني وتعليق الرهانات عند طه مخرجنا العظيم ما بين الإحصاءات والأرقام بتاعة قناة السويس وما بين مصر فرنسا ومصر ألمانيا وما بين ما يحدث في العالم في أوكرانيا لنا أحاديث إن شاء الله تطول وتستوعبها الحلقة بس خليني هبدأ بقناة السويس ليه على مسألة الكلام اللي يمكن كنت قاعد بنتكلم فيه أنا وزمالي وحضراتكم على مدار الأسبوع اللي فات واللي قابله على متانة وقوة الاقتصاد المصري ودي حاجة مهمة جدا متانة وقوة الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري فعلا اقتصاد متين وفعلا كل شوية أنت وانت بتراجع الحقيقة والأرقام تتأكد من ذلك في النوع ده من التحليلات لا يجب أن يكون التحليل عاطفي ولا على الهوى ولا ينفع يبقى التحليل علشان أنا عايز كده فيش كلام من ده التحليل في هذه الحال بيبقى أرقام وحقايا وما إلى ذلك يعني هتلاقي العيال بتاعة الإخوان قاتلهم الله نفر نفر على رأي المصرحية طولة تيجي مثلا يجي لك على الحتة بتاعة القناة السويس ايه عملت ايه قناة السويس ولما حفرت بتعبر التفريع الترع الزغانطة حصل ايه جماعة التجارة العالمية مش ما بقوش خلاص ملتفتين لقناة السويس أصبح هناك مسارات أخرى وممرات تجارية أهم وأسرع وأرخص وأفضل وأقوى كل ده كلاموزيا كلام مية البطيخ ملهاش طعم خالص ليه عشان الحقيق والأرقام يعني على سبيل المثال في 2020 قناة السويس عملت كام بالفلوس بالدولارات عملت خمسة وستة من عشر بالمناسبة احنا هننشر لحضرتك كل ما هو متعلق هنشر قدامك كده هتشوف كل ما هو متعلق بقناة السويس عشان تبقى شايف وتراجع كل هذه الأرقام وإذا حبيت أنك تحققها من مصادر أخرى دولية وعالمية أرجوك اعمل كده هبقى سعيد جدا بص يا سيدي على سبيل المثال احنا هنا بنتكلم على مجموعة من الإحصاءات تفضل مشكورا المركز الإعلامي التابع على رئيسة مجلس الوزراء بالعمل عليها علشان تبقى شايف فهتلاقي يقولك مثلا قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية ييجي واد من بتوع الأخوان يقولك يعني إزاي أو واحد تاني الناس بتاعت الإخوان هرشط له في دماغه يقولك يا أنتوا بطلوا بقى الكلام فنقوله يا سيدي اسمع بس ما هو مشروعات الإزدواج اللي حصلت دي اللي ما هياش عجبة العيال بتاعت الإخوان واللي الشباه هم هي السبب في اللي احنا هنقوله دلوقتي مسألة التوسع والتعمق والتكريك الدائم هي السبب في اللي بيجرى دلوقتي جزب المنطقة الاقتصادية للاستثمار العالمي هو السبب في الأرقام اللي بقولها لك دلوقتي تعالى نشوف بالإراد 2010 قناة السويسكات بتحقق 4.8 من 10 مليار 11.5.12 12.13 بطبيعة الأحوال 5.1 من 10 غبوط في الإرادة السنة السودة بتاعت محمد مرسي وصحابه طيب تعالى على 2014 بعد 30.6 إيه اللي حصل 5.5 من 10 وبعدين القلق اللي تسبب فيه الإخوان والحركات المسلحة التابعة ليهم واللي ماشي على ضربهم قدت إلى انخفاض إرادات فبقت 5 وبعد كده بدأني هنا بقى الصعود 5.3 من 10 5.7 من 10 2018 2019 ما عنديش كورونا 5.8 من 10 قاعد عمال في حالة صعودية جات الكورونا في 2020 لقينا نفسنا نزلنا حبة بقينا 5.6 من 10 هل ده معناه إن أنا هعوض هذا الانخفاض وارجع تاني على الـ 5.8 من 10 لا هنا بقى يبقى زكاء زكاء الترتيب الاقتصادي إزاي قناة السويس ما هيش مجرد ممر ملاحي يعني سفينة دخلة من الجنوب ذاهبة إلى الشمال سفينة جاية من الشمال ذاهبة إلى الجنوب المسألة مش بهذه البساطة ولا بهذه السطحية على الإطلاق أنت لازم بتعمل حزم من المحفزات لازم تعمل إجراءات لجذب السفن إلى آخره فتلاقي إنه القفزة بتاعتك عشرين عشرين لحد عشرين وحد وعشرين إيه اللي حصل؟ أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة ستة وثلاثة من عشر مليار بزيادة قدقي عن العام اللي قابله واحد وثلاثة من عشر مليار دولار عشان بيش حد يقولك ده بيحسبوها بالجنيه فبيشوف فرق سعر الصرف ده بالدولار طيب السؤال هو لا استني بس أطا السؤال هو هل ده معناه إن أنا حققت فلوس لكن حجم السفن والحمولات اللي بتجيلي قلت لكن أنا بس رفعت أسعار برضو لا تعالي عشرين عشرة طمانتاشر عشرين حد وعشر سبعتاشر وثمانية مان عشرة سبعتاشر وثمان عشرة كمل 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 توصل فين بقى في عشرين واحد وعشرين تاني أعلى حمولة صفية في تاريخ القناة يبقى القصة مش إن أنا زودت السعر بتاعي لا يا فن ده أنا أسعاري أهيه أو بالأدق قادي فلوسي ستة وثلاثة من عشرة ودي الحمولة الصفية بتاعتي برضو زيدة بقت عشرين وسبعة من عشرة فبقت أعلى حمولة صفية في تاريخ القناة يبقى أنا عملت معدلة بتاعت إيه بقى؟ أنا رفعت معدل الإيراد بتاعي فجبت أعلى إيراد تاريخي ورفعت عدد الحمولات الصفية فبرضو جبت أعلى إيه؟ أعلى حمولة صفية تاريخية تعالي ناخد اللي بعدها أيوة بص يا سيدي طيب تعالي بقى نشوف هنا إيه؟ قناة السويس هنا السلايد دي توفر عشرات الأيام للسفن في مقابل الممرات البديلة قناة السويس مقابل رأس الرجاء الصالح على سبيل المثال وبالمناسبة أنا هجب لك كمان بانما ما هو دايما يقول لك إيه المقارنة بانما ولا قناة السويس؟ أستبق طيب بانما الفرق ما بيننا وما بينها أربعتشر يوم لصالح قناة السويس تعالي نخش على بيرايوس أو جدة بيرايوس يعني عن طريق رأس الرجاء الصالح الوقت المتوفر اتنين وتلاتين يوم من وقت الرحلة واخد بالك طيب توكيو روتردام الوقت المتوفر تسع أيام دي الفروق يعني عادة بتاخد ستة وتلاتين فوق ما بين جدة بيرايوس وما بين توكيو روتردام تمانية وتلاتين يوم أنا عندي الفرق قد إيه؟ الفرق فوق اتنين وتلاتين يوم؟ كويس يعني تمانية وتمانين في المية فرق وعندي توكيو روتردام الوقت المتوفر تسعة أيام يعني الفرق تلاتة وعشرين في المية من وقت الرحلة تعالى من رأس تنورة لحد روتردام الفرق بتاعنا قد إيه 14 يوم بالنسبة 42% فرق طيب رأسة نورة نيويورك بالوقت المتحدة الأمريكية الوقت اللي بيتوفر عن طريقي في قناة السويس 10 تيام يعني يساوي قد إيه نسبة مئوية 30% فرق تعال نكمل اللي بعده أيوة أهو 1 2 3 تعال بقى ما بين كولومبو كويس لحد نيويورك 14 يوم الفرق بتاعي 39% وفر سنجافورة نيويورك الوقت المتوفر أنا بوفر قد إيه 6 تيام يساوي 19% فرق طيب كاراتشي الشرقة ميرسن الوقت من 1 ل 5 تيام حسب الظروف الملاحية طيب قد إيه بقى 41 و 6 من 10% وفر أيام توقيت كويس جمل يا دكتور اللي بعده خليل يبقى سبتين عند دي يعني إيه الوقت المتوفر ده بيعمل إيه يعني إيه فيه عندي مثلا 39% فرق في وقت الرحلة يعني إيه عندي 40% وفر في وقت الرحلة يعني إيه عندي 23% وفر في وقت الرحلة واحد هو الوقت في حد ذاته منجز لتنشيط عملية التجارة على مستوى العالم يبقى أنا مساهم في تنشيط حركة التجارة العالمية بالوفر في الوقت أدي واحد يعني إيه وفر في الوقت كمان مر يعني كمان استهلاكات الطاقة بتاعت هذه السفن أنا بوفر عليه برضو نفس النسب 30% أو 42% إلى آخره في استهلاكات الطاقة مش بس كده البحارة والأطقم اللي موجودة على ظهر المركب كل ما بأثر الوقت كل ما الناس دي بتاخد فلوس أقل مش مشكلة دلوقتي مين أقل ومين أكتر لكن ما بيدفع لهم يوميات يعني يجي يتقال لك الله أنت بقال لك كزا يوم في البحر عشر تيام لها مبلغ ولو عدت 20 يوم في البحر لها مبلغ فأنا لما بوفر التوقيت بتاعي في البحر عن طريق قناة السويس شركات الشحن وشركات الملاحة بتعمل إيه بتوفر هي كمان في الميزانيات بتاعتها شوف أنا كده وفرت فيه ثلاث مناحي ولازلت هناك الكثير من الأمور بقى خدمة لوجستية إلخ 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 فأنا قعد طول الوقت بوفر لخدمات الملاحية شركات الشحن والشحن الملاحي الكبير على مستوى العالم أنا بالنسبة لها أوفر في كل حاجة بالنسبة لنا سبق ذكرناها تطلع بقى أحيانا 40% تطلع 45% تطلع 23% طول الوقت أنا أوفر من أي ممر ملاحي تاني وبالرغم من ذلك أنا بحقق إرادات أعلى وبالرغم من ذلك بحقق صافي حمولات أعلى طيب تعال نشوف بقى المشروع بتاع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس اللي هو من عند السويس تحت في الجنوب لو أنت طالع هتلاقي مشروع التوسع والتعميق بتاع المنطقة الجنوبية لقناة السويس عملنا إيه بقى؟ عرض 40 متر شرق وعمق 72 قدم بدلا من إيه؟ 66 حلو؟ طيب طول 30 كيلومتر من الكيلومتر 132 أو من العلامة 132 لحد العلامة كيلومترية 162 ترقيم القناة عندي 6 صفن إضافية بسبب اللي أنا عملته ده في مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية فبقى عندي 6 صفن إضافية زيادة في الطاقة الاستيعابية في المنطقة دي ده أدى كمان إلى 28% زيادة في معامل الأمان الملاحي بيتحها مشروع التطوير طيب ده بيوفر الشركات الشحن العالمية والشركات الملاحية إيه؟ بفعل الله في وثقة التأمين يا مولانا كلما كان المرور آمن في القناة الملاحية كلما سعر الوثيقة بقى أخف على الشركة يعني أنا برضو بوفر له تعال لن ناحية تانية مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى من الطول 10 كيلومتر 82 كيلومتر طيب ده طول قناة السويس الجديدة في بداية من العلامة 72 ترقيم القناة يبقى من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 أدي 10 كيلو طيب من الترقيم 72 عندي 82 كيلو تقليل الطيرات الملاحية ده بقى بيؤدي إيه؟ الازدواج والتوسع والتعميق بيؤدي إيه؟ تقليل الطيرات الملاحية عشان كده المرور عندي أأمن زيادة الطاقة الاستيعابية في المرور عندي أسرع زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية زي ما كنت بقولك زيادة مسطح القطاع المائي أصبح عندي السطح بتاعي أكتر اتساعا فيسهل حركة العبور بتاعة القنوات ما بينها وما بين بعض هتون احنا الاتنين يا جماعة أنا والسلايد بعد إذنكم فيسهل إيه؟ يسهل حركة العبور المسطح بتاعي واسع من آخر كده زي ما أنت وانت سائل عربية سائل على طريق حرة واحدة ولا حرطين ولا سبع حرات زي الطرق الجديدة كلما كان العدد كلما كان الطريق أقصر اتساعا كلما كانت الحركة أسهل في العبور تحسين حركة الملاحة تقليل زمن عبور السفن في القناة إيه اللي بعده؟ طيب الحوافز والسياسات التسويقية والتسعارية لقناة السويس الزكي وهنا بقى هنا إيه؟ الإدارة الاقتصادية المسألة مش مجرد بقطع كرت الدخول ولا كرت الخروج المسألة ما هياش كده المسألة هي إدارة اقتصادية لهذا الرافض الاقتصادي العظيم في بلدنا اسمه قناة السويس أبرز الحوافز والسياسات التسويقية مثلا خلال أزمة كورونا وكورونا تضرب العالم في عشرين عشرين تنخفض الإرادات الله طب أنا عندي راحة هب طلع في واحد وعشرين ما شاء الله شدت حلع جابت الإرادة التاريخي بتاعها اللي هو ستة وثلاثة من عشر مليار فهتلاقي عندك من 40% ل75% ما بين 40% ل75% تخفيضات لسفن الحويات اللي جاية من السحل الشرقي الأمريكي ما بين 35% لسفن الغز الطبيعي المسال ما بين الخليج الأمريكي والخليج العربي والهند وما شرق الهند 48% تخفيض تسعيرات مرور نقلات البترول يعني لو أنا كنت أشغال على قديمه كان زماني جبت فلوس أكتر طب أنا كنن ينفع أشتغل على قديم؟ لا لأن فيه كورونا ففيه ركود الشركات كلها عندها أزمة فاعمل إيه أسخنه أحفزه قلوا تعالى عدي من هنا فييجي فتلاقي فيه 48% خاص طبعا هاجي يا سلام وبالرغم من ذلك أعلى عائد في تاريخ القناة وبالرغم من ذلك وأنا عامل الخصومات دي محقق أعلى صافي حمولة 48% تخفيض تسعير مرون نخلات البترول الخامل عملاقة المحملة جزئيا من مواني شمال غرب أوروبا واللي بتتجه لمواني جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى عندك من 6% ل 17% تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من فين من شمال وغرب أوروبا عندك بدءا من 5% لحد 8% من 10% خصم وتخفيض من رسوم العبور العادية للسفن بقى حاملات السيارات اللي جاية من شمال وغرب أوروبا لحد مدينة لحد أسف ميناء سانتاندر واللي بيتتجه مباشرة لميناء بورت كلانج وما هو شرق هذا الميناء ومن مواني جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى طيب تعالى 30% 75% خفض تسعير مرور نقلات المواد الكيموية ما بين مواني منطقة الأمريكتين شمال وجنوب والهند وما شرقها وما شرقها ما بين 24% ل 75% تخفيضات في التسعير على مرور نقلات الغاز البترول أسف نقلات الغازات والمواد البترولية المسالة ما بين مواني الخليج الأمريكي والهند وما شرقها 50% وش خصم تخفيض من رسوم العبور للسفن السياحية وده استجابة لإيه لطلبات بقى عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح هذا التخفيض تنشيط للحركة السياحية تنشيط للحركة الملاحية والتجارية على مستوى العالم نحن مش بنلعب 15% تخفيض لسفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية وده دعم لمبادرات المنظمة البحرية الدولية IMO حول حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة إن كنتم تتذكرون طيب النتائج كل التخفيضات دي الحزمة دي قدت إلى إيه؟ قدت إلى 4923 سفينة تم جذبها خلال 2021 أعلى معدل جذب سفن حصل في تاريخ القناة طيب 1 و 1 من 10 مليار دولار إراد خاص بالسياسة التسويقية تم تحقيقه من إجمال الإرادات سنة 2021 وده برضو رقم تاريخي لأنه بيعتبر أكبر إراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيق هذا الشكل من السياسات إيه تاني أولاد أكمل كمان؟ نكمل كمان أرقام قياسية في السريع؟ طيب أهو بسرعة أرقام قياسية عندي 8 و 5 من 10 أو 8 ونص في المية زيادة في حجم التجارة العالمية اللي مرت عبر قناة السويس سنة 2021 طيب قبل كده كان إيه؟ كانت الزيادة بتاعتنا 3 و 7 من 10 يبقى أنا قد إيه زيادة 1 و 8 من 10 في المية في حجم التجارة العالمية عندك نوفمبر 21 حركة الملاحة في قناة السويس سجلت أعلى حمولة صفية 112 مليون طن تعالى نروح على أغسطس على سبيل المثال عبور سفينة الحويات العملاقة أكبر سفينة حويات في العالم في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد يا فندم اللي مش عاجب بعضهم إن شاء الله ما عاجبهم إيه المهم؟ ديسمبر 2021 عبور سفينة الحويات العملاقة أفر إيم طيب في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة أنتو أخدين بالكم من كلمة أفر ولا لأ؟ احنا عندنا ثلاث إفارات هنا أفر إيم أفر إيم أفر جيفن اللي كانت في أغسطس يعني عندي في أغسطس أفر جيفن الشهيرة جدا وبعدين عندي أفر إيم وبعدين عندي أفر إيم عارف حضرتك ليه ولا لأ؟ علشان إزاي مصر والقناة بمهندسيها وعمالها ومرشديها كل الناس اللي بتشغل في الهائقة عرفوا يعدوا هذه الأزمة بهذا الشكل غير المسبوك فاكرين الناس في العالم كانت بتقول إيه؟ أفضل التقديرات ثلاث أسابيع يا جماعة وإذا عرفوا أو إذا عرفنا يعني أدخل شركات العالم قلت لك والله يمكن نتدخل بس لو اتدخلنا هي مش أقل من ثلاث أسابيع المصرين خلصوها في كام يوم طيب وبالمناسبة بعضو فيه عندنا جلوبل لو لا بقى اللي حصل ده معلش أنا مكملتلكش لو لا ده ما كانش بقيت السفن جات لنا خالص يعني أنت عارف إزاي العالم أصبح فيه عنده ثقة لا متنهية لا متنهية مش متنهية وليه أحد لا متنهية في إدارة القناة وفي تأمين العبور اللي بعده طيب تعال نشوف بعضو دور المنطقة الاقتصادية أو تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية 18 مليار دولار إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة بتوفرها المنطقة 250 منشأة صناعية وخدمية بيتم إنشأها في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة وإقامة شراكات مع 14 مطور صناعي داخل المنطقة قال لك بس الاقتصاد المصري بعافية خد بالك وقناة السويس ما بقتش بتجيب فلوس والناس بقيت بتبعد كل ده أكمل مكونات المنطقة ست مواني بحرية واربع مناطق اقتصادية تعال نشوف بقى إيه مشروعات البنية التحتية أو بالأدق أبرز المشروعات أسنع اللي عادت حكيت الحلقة هتخلص ده بجد دون أي مبالغة 37 مليار جنيه تكلفة التطوير بإنشاء أربع أحواط جديدة و18 كيلو متر أرصفة بحرية أنشطة متنوعة 6.8 من 10 مليار جنيه تكلفة إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلو متر 4.6 من 10 ساعة أسف 4.6 ساعة بدل 13.5 ساعة مدة انتظار 4.6 من 10 ساعة بعد ما كانه 13.5 من 10 وخبالك يعني نزلت بمقدار تقريبا 68% خفض في عدد ساعات الانتظار بعد افتتاح قناة الميناء الجنبية بطول 9.2 كيلو وبعمق 18.5 متر إيه تاني مينة العريش ما شاء الله ما شاء الله والاشتغل تاني الحمد لله والشكر الله في يناير 2021 بعد توقف 8 سنين يا مولانا مينة غرب بورسعيد وحوالي 114 من 10 مليار جنيه تكلفة البدء في التطوير ورفع الكفاءة بتاعة بعض من الأرصفة بتاعة الميناء بطول قدقين 675 متر وتعميق الغطس لـ 14 متر 250 مليون جنيه تكلفة المشروعات اللي حصل تنفيذها لتطوير الميناء أيضا على مستويات أخرى تعالى نشوف اللي بعده بس قالك إيه بقى؟ قالك الاقتصاد المصري بعافية قالت السويس بتعمل إيه؟ إيه حكاية المواني اللي بيعملوه؟ بقى إحنا إيه بقى؟ قالك إيه حكاية الطرق؟ طب خد المواني نقوله قادي حكاية المواني هيقولك إيه حكاية المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوله طيب تعالى أقولك على التصدير الزراعي هيقولك ما أنا مش عاجبني التصدير الزراعي طب أعلى أقولك الأرقام فيضطر يخرص نقوله طب تعالى بقى نتكلم شوية على التعليم تعالى نتكلم على الصحة بص أنا أقعد لكم أنا مريش حالي شغلتي شغلتي إيه؟ شغلتي أقولك الحقيقة والأرقام واشرح وبسط علشان إيه؟ علشان كلنا نبقى فاهمين علشان كلنا ثقتنا بس ما تتهزش بالمناسبة هو أنت فاكر أنه بقولك كده ثقتك عشان ما تتهزش في أسماء؟ لا هو ثقتك مش عايزها تتهز في الأسماء؟ آه مش عايزها تتهز بس بالمناسبة هو حضرتك عملت ده بأيديك بلاش ثقتك تتهز في نفسك بلاش حد يزعزع ثقتك وقدرتك على أنك بجأ أيوة أنتم أبناء بنات الأهرام فيش حاجة يبني ينفع تهزك إيه ده؟ معقول سلايد دي جميلة المنطقة الصناعية الروسية مثلا في شرق بورسعيد 6 وتسعة من عشرة مليار استثمرت بس يسكت الاقتصاد المصري بعافية سبحان الله عشان كده الروس جايين يستثمروا بـ 6 وتسعة من عشرة مليار مثلا يعني مع توقيع بقى اتفاقية لتوسيع نطاق عمل للمنطقة الصناعية الروسية عشان يشمل سرق بورسعيد والعين الصغرى طيب تعال مجمع البحر الأحمر للبيترو كيمويات سبعة ونص مليار دولار تكلفة استثمارية للمشروع معقول؟ ده الاقتصاد المصري بعافية حتى ما فيش استثماراته تخيل؟ الروس ستة وتسعة من عشرة البحر الأحمر بيترو كيمويات بسبعة ونص مليار المجمع العالمي للميثانول اتنين وستة من عشرة مليار اعمل ايه توقيع عقد انشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال في شرق بورسعيد وبالمناسبة هذا انقذك وانقذ الامن الغذائي المصري والعربي عشان برد تبقى عارف المصري والعربي اتنين واثنين من عشرة مليار جنيه تكلفة الاستثمارية لانشاء المحطة بمساحة 267 ألف متر مربع من واحد ونص لسبعة واثنين من عشرة مليون طن سنوي الحجم المتوقع للتداول بتاع هذه المحطة واحدة بس مصنع الألياف الضوئية فاكرين اما كنت بقول لكم مصنع الألياف الضوئية انتاجه محجوز محجوز لقدام آلاف الكيلو مترات بص اسيدي واحد مليار جنيه استثمارات تم تنفيذها بالمشروع على مساحة 50 ألف متر مربع 4 مليون كيلو متر كبلات سنوي ده اجمالي الطاقة الانتاجية الحالية للمشروع لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية لو عدت عدت لك فيه كم دولة حجزة الانتاج حجزة اللي هو يا جماعة احنا معاكم انتج وانا شاري والمقدمات عطرة بيزة عارف انت المصطلح بتاع توتو على كبوتو فلوس على الترابيز ماشي طيب مشروع مصانع تجميع وتوريد واعادة تأهيل وحدات متحركة للسكة الحديد في شرق بورسعيد عندك 240 مليون دولار استثمارات تنفيذ المشروع على 300 ألف متر مربع 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع انه ان شاء الله يوفرها هذا المشروع اقول اقتصاد المصري بعافية انا مش عارف اني بيقول كده ايه ده مفتري طيب تعالى الارشدات والتوقعات الدولية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية هقول لك كلامي لا هقول لك كلام مؤسسات مصرية اسمع ايكونوميست مش بتاعتنا اكبر واهم مجلة اقتصادية على مستوى العالم العالم بتقول ايه من المتوقع ان يستمر تحقيق فائد قوي ما كتفوش بكلمة فائد والناس دي بتختار الكلام بالحرف هم عارفين بيقولوا ايه فائد قوي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بميزان الخدمات بما يهتماش مع الانتعاش في ارادات قناة السويس والسياح اقتصاد بعافية طيب فتش سيتزايد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر نتيجة لانجذاب المستثمرين الى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصدرية قدرات اللوجستية والتصدرية دي بتاعت ميه باعت الجران نتمنى يعني جران اخواتنا وحبابنا دي بتاعت مصر ماشي البنك الدولي انتعشت ارادات قناة السويس خلال الربع الاخير من العام المالي 2020 2021 مع تخفيف القيود الخاصة بازمة كورونا وعودة النشاط للتجارة العالمية مرة اخرى ومن المتوقع ان ينخفض عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط ولا طويل ولا ديولو مع تحسن ايرادات قناة السويس وانتعاش السياحة انت فاهم يعني ايه قناة السويس وانتعاش السياحة بتعكس ايه مش بس على الاقتصاد بتعكس ايه على الامن القومي المصري والامن القومي العربي الناس دي بتيجي عشان الامن والامان الان مش هيجي لا يعدي في قناة السويس ولا يجي يتفسح اخيرا اف دي اي انتليجنس بتقول تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع جيد من الناحية اللوجستية خاصة انها تمتلك روابط خدي بس عشان اللي مش عجبه شبكة الطرق المخ حلو العقل جميل وزينة والله خاصة انها تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لافريقيا السلام عليكم براء احنا كده هوحنا في كل الاحوال براءة طيب قلنا الكلام ده ليه؟ عشان حضرتك تشوف بنفسك ارقام تسمع بنفسك تدقق وتفحص وتمحص وتدور وتراجع وجيد قوي الشهادات بتاعت المؤسسات الدولية عشان مايجيش حد يقولك ايه؟ ده كلامهم منهم فيهم ارجع بقى ارجع لفيتش وارجع إيكانومست وارجع لأف دي آي ارجع لللي انت عايزه والبنك الدولي احنا جيبين الكلام ده من عندهم حقيقي مش هزار ليجي بقى يقولك اصل الاقتصاد بعافية مش هقولك تعمل في ايه؟ خالص بصلوا من فوق لتحت وابتسم ابتسامة السخرية او ابتسم ابتسامة المنتصرين عشان انت عندك عقل وعندك مخ عموما فاصل ونكمل الكلام اهلا 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 بحضراتكم مرة تانية بما ان احنا بتتكلم على الاقتصاد وحاجات زي كده عايز سألك سؤال عارف يعني ايه مؤسسات مالية ومؤسسات لإدارة الثروات وما إلى ذلك وارد جدا تبقى حضرتك عارف مفيش خلاف اوكي عارف مدى صعوبة العمل في المهجر لو صح التعبير انك انت تبقى مثلا مصري يا سيدي هندي مش دي قص وبتسافر وتهاجر وتبدأ تبني نفسك وتشتغل على نفسك الى ان تصل الى انك مؤسس ومدير لواحدة من المؤسسات المالية الكبيرة ومؤسسات ادارة الثروات الكبيرة ايضا فتحتفي بيك واحدة من كبريات المجلات او المؤسسات الصحفية المعنية بهذه الامور الا وهي المعنية بالثورة زي الثروة زي فوربس فوربس احتفت وكرمت سيدة المصرية المنشأ والاصل ليلى بنس باعتبارها مؤسس ومدير لمؤسسة بنس لادارة الثروات سيدة ليلى بنس مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية تصدرت المركز الاول في قائمة فوربس لافضل مستشار ادارة ثروات على مستوى الولايات المتحدة الامريكية لساد السنة على التوالي تتشوود ما شاء الله تحديدا في جنوب كاليفونيا طبعا ده بالاضافة لتصدرها للمركز الخامس في قائمة المجلة كافضل مستشار ادارة ثروات من السيدات بتاء التأنيس بقى على مستوى الولايات المتحدة الامريكية ككل طيب هل ما يحدث من ابناء الجالية المصرية او المهاجرين المصريين بعيد عن الوطن والحكومة اطلاقا بالعكس اطلاقا اقدر اقول لك بالفم المليان زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر انه الحقيقة والله العظيم ده مش مجاملة السفيرة نبيلة مكرم عمل جهد لم يكن احد يتصوره في مسألة التواصل المستمرة مع الجاليات المصرية في كل مكان مهجر كان يعني المهجر ده بيبقى توصيف لمن ذهب وهاجر واستقر او في البلاد اللي فيها عدد كبير من الموظفين والعمالة المصرية على سبيل مثال زي دولنا الشقيقة في الخليج فهتلاقي انه وزارة الهجرة وتحديدا السفيرة نبيلة المكرم عاملين جهد الحقيقة مزهل وكناش نتصور ان في وقت من الاوقات هيبقى فيه عندنا هذه الصلاة شديدة المتانة ما بين مصر الوطن الام وما بين ابناء الجاليات فالحقيقة الوزيرة هنقت السيدة المصرية ليلى بنسكة واحدة من رائدات مؤتمر مصر تستطيع زي ما قلوكم كده بالتاء المربوط خلال ناخد معنا على التليفون معي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اهلا 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 مساء الخير اهلا وفهلا واشكرك على الكلام لا يا فند بالعفو والله خالص والله 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 ده كلام انا اشوفه منطقي وواقعي الى ابعد الحدود اهم يعني الحقيقة انه التواصل مع المصريين في الخارج اهم يعني مش عايزة اقول كان صعب هما كلهم يعني عندهم هذا الحب والولاء الشديد لبلدهم بس هما كانوا محتاجين القناة الشرعية اللي توصلهم للدولة والحقيقة انه قرار السيدة الرئيس بعودة وزارة الهجرة مرة اخرى الى الحكومة المصرية ده القرار ده الجمهوري من شأنه او كان من شأنه انه يقرب المسافات ما بين المصرين في الخارج وبين دولتهم فابتدينا الشغل والحمد لله هو زي ما حضرتك بتتكلم بنحتفي النهاردة بليلا بانس يعني مركز اول فيه قائمة مجلة فوبس اهم حاجة فحر شديد وليلا بانس حضرتك برضو عارف استاذ يوسف انه هي ما نسيتش بلدها وعمرها ما نسيت بلدها صحيح واما دايما اه بتكلم انه لما كنا بنتواصل مع المصرين في الخارج علشان يسندوا المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليلا بانس كانت الاولى ان هي اه تتكلم معايا وتقول لي انا محتاجة ان انا اساعد وفعلا كانت موجودة في مصر وعملنا لقاء واجتماعات في مكتبي مع اعضاء مؤسسة حياة كريمة وطبعا زي ما حضرتك ذكرت مركز اول في قائمة سوربز على مستوى الولايات المتحدة الامريكية ده مش حاجة سهلة طبعا طبعا عشان كده لما جينا نعرض المبادرة قالت لا انا ثانية واحدة انا عايز اختار الموضوع اللي يتماشى مع ثقافة الناس اللي انا هكلمهم هناك اعرضوا لي ايه اللي عندك هو انا اللي اختار وفعلا الفريق الحقي بتاع مؤسسة حياة كريمة من السباب الراقي جدا واللي عرض بمنتهى رقي المبادرات والمشروعات كلها في هذه المبادرة الرئاسية واختارت ليلى بانس المشروع اللي هي عوزاه واشتغلنا معاها الحقيقة على مدار يمكن عدة اشهر عشان نجهز لفاعلية عبر الجلسة حوارية افتراضية فاعلية لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولو تشوف وهي بتتكلم يا أستاذ يوس ازاي ان هي كانت عمالة تساند المصريين وتشجحهم ان هما يشاركوا وبظل ساعتين في الجلسة الحوارية دي ساعتين فقط وكانت معايا وزيرتي العزيزة هالة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيب والتنمية الاقتصادية خمسة مليون جنيه في ساعتين فقط فأنا الحقيقة بحي ليلة بانس على جهدها ومحبتها لوطنها وبالتأكيد على الاحتفاء في قائمة ملالة فور طب ساعت سفيرة يعني وانا بشوف مثلا ليلة بانس وتقدمها في المراكز المستمر الى آخره واكيد في نمازج برضو مسترية كتير ما بينقصين بتاقي التأنيس هل يعني مش عارب بس يمكن ده يكون موجود في البايبلاين وممكن يكون برضو موجود في تصورات حضرتك انه النمازج اللي زي كده من رائدات مصريات من الممكن انه هم يتعاونوا ازاي في سبيل تنمية وتقدم الاقتصاد المصري سواء اذا كان بانس ويلث مانجمنت او اذا كان غيرها الى اخره يعني تاقي التأنيس بتوع مصر اللي موجودين ومنوريننا ومشرفيننا بره دول ازاي بنقدر نتعامل معهم في اطار المزيد من النمو والاقتصاد المصري وتبادل الخبرات زي ما حضرتك عارف انه الوزارة بتستعد لنسخة السادسة من مصر تستطيع وهي في نسختها السادسة بتتكلم عن السناء ودي برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية والحقيقة انه هيكون في معانا من السيدات المصريات بالتاء المربوطة في الجلسات اللي الحقيقة بتعكف وزارة الهجرة حاليا على الاعداد لهذا المؤتمر بالتنصيق والتعاون مع كل الوزارات اللي معنية بالصناعة طبعا وزارة التجارة والصناعة وزارة التخطيط وزارة الانتاج الحربي الهيئة العربية للتصنيع وبالتأكيد وزارة البيئة لان احنا بنتكلم ايضا على الصناعة الخضراء فاحنا في طريقنا الى كوب 27 فلابد ايضا ان احنا نشوف خبراءنا في الخارج يقولوا لنا ايه في هذا الموضوع فعندنا ايضا من التاء المربوطة من الوجوه السيدات المصريات في الخارج اللي ايضا هيشاركوا في هذا المؤتمر وزي ما حضرتك عارف كانت النسخة الثانية من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع كانت مصر تستطيع بالتاء المربوطة وصلتنا الدوء على دور المرأة المصرية في الخارج الحقيقة من اسبوعين برضو يا سيد يوسف كرمنا دكتورة كوسر عبد الحميزة في الولايات المتحدة الامريكية طبعا ودكتورة كوسر هي اول سيدة بتحصل على درجة الدكتوراه مش اول سيدة اجنبية لا اول سيدة على المطلق هندفة الكهرباء بتحصل على دكتوراه في الهندفة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا بيركلي عام تسعة وستين يعني هذه السيدة من موليد 1940 قصة كفاح يعني كان لابد ان احنا يعني ننشرها ونكرمها وحارسة وزارة الهجرة ان هي تبعت لها التكريم اللاق في صورة طبق فضة باسم وزارة الهجرة لدكتورة كوسر وعبر ايضا جلسة حوارية كرمتها مع مجموعة من السيدات المصريات النبيغات حاجة حقيقة تشرفتها فاندم وسحقيقة الواحد بيبقى سعيد وفخور بكم الجهد اللي بتبزلوه في الوزارة عند حضرتك انا عايز اشكرك جدا 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 واستأذنك ان احنا دايما هنبقى زننين ودايما هنكلم حضرتك ونتطلع على كل المستجدات ونتابع معاكو خطوة بخطوة بالعكس شرف لي لا يا فرنة احنا نتشرف يا دكتور بنا خليكي ساد سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مصر تستطيع بتاء التأنيس ومصر تستطيع بالصناعة وخد بالك بالصناعة اي نعم الصناعة عماد الاقتصاد دايما هكذا كانت الامور وسوف تظل بالمناسبة على اختلاف انواع النشاط الصناعي وتطوره طيب خلونا نروح لخبر تاني ويمكن زي ما كنت بقول لكم في الاول في النهاية انه سحب الازمة الاوكرانية على ما يبدو هي ملبدة اكتر مما ينبغي والتصعيد اصبح شديد ما بين كافة الاطراف يعني احنا شفنا التصعيد الروسي على نطاق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير كوتين وشفنا ايضا رد الاخر المزيد من التصعيد على مستوى التصريحات من جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية هناك شد الحقيقة يعني كم زي ما تسمى كده تانشن الاوتار الاحبال جمعها مشدودة على اقصاها نتمنى نتمنى ان ما فيش حاجة تطقطع وقال لا ينفلت الموقف ظلال هذه الازمة الاوكرانية الروسية بتخيم على اوضاع ايضا يعني كثيرة على مستوى العالم بتأكيد احنا في مصر عندنا جاليتنا يعني فبالتأكيد احنا ببقى مهم عندنا ان احنا نتمنى على الجالية وعلى اوضاعها وعلى سيناريوهات التعامل معه الوضع ايا كان هيبقى ماشي زي والله ربنا يسر الحال والامور هدئت واستقرت والتعامل بقى هادئ خير وبركة لقدر الله لقدر الله ما حصلش نبقى احنا عارفين ايه لا هيحصل بس اهم حاجة على الجميع ان يثق في ان مصر تواصلها مستمر مع ولادها في كل حتة في الدنيا احنا معانا على التليفون استاذ احمد محمد السعيد وهو نائب رئيس الجالية المصرية في اوكرانيا اهلا بيك كيف عندك اهلا بحضرتك استاذ يوسف اخبار حضرتك احنا الحمد لله يطمنون عليك ودي اهم حاجة احنا الحمد لله بخير انا في البداية حابب اشكر حضرتك على التواصل وحابب اذكر معلومات بسيطة عن الجالية المصرية في اوكرانيا تفضل الجالية المصرية في اوكرانيا عددها يقدر بالالاف معظمهم من الطلاب فاحنا حابين ان احنا يعني نطمن الاهالي ان الوضع مستقر الى الايام بفضل الله سبحانه وتعالى حركة الطيران بين مصر و اوكرانيا المنتظمة مفيش اي حاجة نقدر نقول ان هي يعني تدعو الالال الى الايام كويس والحمد لله ده ممتاز طيب احنا بالتأكيد كمان عندنا هنا في مصر جالية اوكرانية ايضا هما في منتهى الامان عايشين في مصر بقالهم يعني تقريبا حوالي 25 سنة دلوقتي والامور برضو مستقرة سؤالي هو لا قدر الله اذا زادت التوتر او زادت حدة التوتر في هذه الازمة ايه هي السيناريوهات بتاعة جاليتنا في اوكرانيا سواء اذا كانوا من الطلبة او من غير الطلبة من الناس اللي استقرت وعاشت وفتحت شغل وفتحت بيوت هناك انا حاب اطمن حضرتك واطمن الجميع ان فيه سنسيء ما بين السفارة المصرية في اوكرانيا تحت رعاية الساد السفير للأستاذ ايمن الجمال تمام وزارة الخارجية المصرية والحكومة المصرية اكيد والجارية المصرية في اوكرانيا احنا متابعين للموقف بشكل تام ومتابعين للأوضاع وتطور الأوضاع لحد الان مفيش على الارض اي مشاكل دي احنا حدوين نوضح ان دي مشكلة حدودية يعني هي في المناطر الحدودية اوكرانيا دولة كبيرة من حيث المساعة تاني اكبر دولة في اوروبا تمام يعني المحافظات التانية اللي اغلبية المصريين مقمين فيها تمام ما خاش اي تطورات في لقدر الله في حالة ان الامور حتى تصاعد هيبقى فيه توطرات هيبقى فيه كلام فيه خطة به طبعا انه هو في عملية اجلاء احنا مصر اول دولة عملت تحرك اجابي جدا وعملت حصر المصريين متوجدين في اوكرانيا تمام تقريبا من تسابيع تمام وعندنا بيانات اغلب المصريين الموجودين في اوكرانيا وان شاء الله في حالة اي تطورات هيكون اكيد فيه مساعدة في عملية الاجلاء وهيكون فيه تواصل وفيه كمان احنا كجالية مصرية الجالية المصرية في اوكرانيا وفيه المصري احنا ضخنا ارقام تمام على مدار الساعة ارقام للطار اي حد بتواصل معنا احنا موجودين والسفارة المصرية قامت بنفس الدور وفيه رقم للطوارئ ومتابعين للموقف تمام والحد الان ما جاش ولا اتصال يعتبر اه او طلب للنجدة او اي شيء لان الامور كلها مستقرة السلع متوفرة فيه امان الشرطة متوجدة مفيش اي حاجة نقدر نقول ان احنا كمصريين مقيمين هنا على عرض اوكرانيا لاحظنا لا باذن الله الامور هتستمر بخير يعني انا حاسس ان التواطر مش هزيد عن كده وهيتم نزع فتيل هذه الازمة في القريب باذن الله انا بشكرك جدا 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 اسيد احمد محمد السعيد نائب رئيس الجالية المصرية في اوكرانيا انا بس عايز اطمن كل اهالينا اللي ليهم اولاد بيدرسوا هناك في الجامعات الاوكرانية ايضا كل اهالينا اللي ليهم ابناء او بنات عايشين هناك في اوكرانيا ومستقرين العلاقات المصرية الاوكرانية شديدة التميز شديدة التميز والعلاقات المصرية الروسية ايضا شديدة التميز احنا مش طرف في اي ازمة علاقتنا متميزة جدا بالبلدين الكبيرتين الصديقتين لدينا الكثير من المشتركات والمصالح والتاريخ المشترك ما بيننا احنا الاتنين فلقدر الله لقدر الله لقدر الله حصل حاجة ما تقلقش في أزمات كانت أصعب من كده يا دوب لسا سنة اللي فتت في 21 انت شفت مصر عارفت تعمل ايه ما أفغانستان ناسنا رجعونا زي الفل وبالتمام وعملنا اللي ما عملتوش دول كبيرة قوي في العالم قوي فبلدك شديدة وبلدك علاقتها متميزة ومحترمة بالناس انت محترم وليك هبتك وليك وضعك وليك ايه تقديرك فما تقلقوش تعالوا بنروح على الشهر العقاري احنا كنا لسا يدوب يوم الاربع اللي فات بنتكلم على مسألة الشهر العقاري وكنا بنتكلم على القوانين كان يوم الاربع لوم الثلاث والله ما بقيتش فاكل كنا بنتكلم على القوانين اللي تم مناقشتها والتعجيلات اللي حصلت يوم الثلاث في مجلس النواب من تعجيلات على بعض من النصوص في مواد القانون الخاصة بالتسجيل الى اخره شهر العقاري يلزم المواطنين بتسجيل العقارات الناتجة عن وصية حد اوصى او وقف طيب ناخد معنا على التليفون دكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري اهلا وسهلا اهلا يا فاند على هم سالخير مسالخير يا يوتي بي مسالخير 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 على السادة المشاهدين الكرام مسالخير على مشاهدين القناة الاولى والفقر السعادتك المحترم الله يخليك دكتور دكتور عايزين نفهم الناس ونشرح لهم ونطمئنهم اكتر على مسألة الالزام بالتسجيل هو طبعا ده في مصلحة الملاك دائما او اصحاب العقارات هنا احنا بنتكلم على الالزام في الوصية والالزام في الوقف الشرح والتبسيط بقى دكتور شوف يا فاند فضل يا فاند ما فيش قانون في القوانين المدنية تلزم المواطن على تسجيل العقارات الخاص بي سواء كان وصية او بيع او ايجار ايا كانت نوع المعاملات لا يوجد قانون ولا يشرح قانون بالزام للتسجيل طيب نتكلم احنا في نقطة نقدر نوضحها للسادة المشاهدين ايه فوعد التسجيل ايه هو انا بسجل ايه بالنسبة للافراد تأمين الملكية العقارية صح كل واحد يأمن ملكيته العقارية العقار ثروة العقار ثروة بالنسبة للفرق طبعا فاساسه تأمين الملكية العقارية هيقدي الى ايه هيقدي الى زيادة خيمتها صح وان قيمة العقار العقار دلوقتي اكبر وعاء اضخاري للمواطن مزبوط في اي وقت يستطيع المواطن ان يتحصل على العقار ان يأمن بها حياته بأمن بها حياته يأمن بها حياته يبقى لما نتكلم عن دمانة اجتماعية للمواطن بالتسجيل بالنسبة للفرق جميل طيب بالنسبة للمجتمع التسجيل هيؤدي الى ايه استقرار معاملاء يبقى كل المعاملات مستقرة مفيش نزاع ما بين الافراد على المعاملات وهينهي حالات الشيوع ما بين الافراد كل واحد مسجل بالنسبة للاخوات بالنسبة للأسر بالنسبة للمرقى الشيوع كل واحد مسجل عارف نصيبه الشرعي طب هيؤدي في نهاية لأيه تنشيط تداول العقارات ما بين افراد المجتمع كل واحد مسجل وحدتها يبقى سهل تداولها بدل ما يبقى عنده مشاكل عندي تدخلات فيها الدولة هتستفيد ايه من التسجيل حاجة واحدة بس اللي بتستفيدها الدول هي ضبط الوعاء الضريبي على العقارات مم ما فيش اكثر من كده ضبط الوعاء الضريبي على العقارات صالما العقارات غير مسجلها فالدولة مش قادرة تضبط الوعاء الضريبي على العقارات صح يبقى أنا عندي فوادي التسجيل بالنسبة للأفراد بالنسبة للمجتمع بالنسبة للدولة طيب كل هذه المشاكل اللي قبلتنا وكلها من سنة ستة واربعين لحد اليوم وإحنا في مشاكل غير عادية والمواطنين دخلوا في مشاكل غير عادية بالنسبة للرؤية السلبية في قانون الشهر العقاري دخلنا قلنا ايه نقلص الفترة الزمني بدل ما سنة وسنتين هنخليها تلاتين يوم وستة وتلاتين يوم هنضع ضوابط العملية صحص الطلب كل هذه الأمور هنشدد الرقابة على الطلبات بدأنا نعمل ايه يا فنديم نعدل القانون نقصل أداء الضريبة على تسجيل العقارات يبقى تسجيل حاجة وستداد الضريبة حاجة تانية حي الوقت لما هو يولي وجه شطر الشهر العقاري لتسجيل عقاراته الشهر العقاري ما بيطلبوش ومش هيطلبه بسداد ضريبة كلام جميل أدخلنا عدم اشتراض تسلسل الملكي البايع متوفي البايع مش موجود البايع مسافر كل ده كانت عقبات بتقابلنا وبتقابل السادة المواطنين لا يا فنديم أنا مش أشرت فيك لا حضور بايع ولا توكيع بايع ولا معاك توكير ولا معاكش توكير أنت معاك عقد بيعي ابتدائي معاك سنة صحيح كهرباء غاز نور مية حكم الصحة التوقية كل هذه الأمور هتساعدك في نقل الملكي رسومنا ثابتة لم ولن تتغير الفترة الحالية رسوم واحدة كلام مهم ده طيب أنا ليه بقى يا فنديم ما صرحش في عملية التسجيل قانون من قانون سنة ستة ربعيد لغينا المواد اللي هي كانت معاوقة للتسجيل ضفنا مواد تؤدي إلى التسجيرات عدلنا المواد اللي كانت فيها عملية إجحاف للمواطن في الحصول على الأوراق أدخلنا نظام الشباكي الواحد المواطن هنسلمه نموذك أو هنسلم نموذك هيقدم فيها أوراقه في خلال ثلاثين يوم سوف يزرر الشارع قراره بالقبول أو الرمض كل الإجراءات أصبحت سهلة بسيطة في الحكومة وضعت قانون لسبب تحويل العقارات الغير مسجلة إلى عقارات مسجلة وزي ما حتى قلت في البداية في النهاية خلص سيديي ثروة ثروة هي في النهاية خلص ثروة لصاحب العقار وثروة بالإجمال للدولة للدولة يا فنديم احنا كانت العلة إيه واحنا بنعدل المشروع وكانت توجهات القيادة السياسية للمصرحة إيه كانت توجهات القيادة السياسية لوزارة العز ولمجلس الوزراء عمل تعديلات في قانون الشهر العقاري متوازنة ينعكس أثرها على المواطن وعلى الدولة ويحقق الحماية القانونية للملكية العقارية في جمهورية مصر العربية طب سؤال أخيرا دكتور الناس هتقول مسألة تسجيل العقار الجي في الوصية هتبقى ماشية الحال أما مسألة تسجيل العقار بتاع الوقف ده ممكن يبقى فيه شوية تعقيدات أو صعوبات نتيجة هنا بقى إيه عندي الأوراق بتاعتي والأوراق اللي هرجع بيها لوزارة الأوقاف ثم عودة إلى مصلحة الشهر العقار هل في ذلك تيسير ما عملناه في الإجراءات الأخيرة؟ شوف يا فندم إجراءات إنهاء الوقف هو الوقف بقوة القانون تم إنهاء الوقف بقوة القانون ولكن الإجراءات اللي بتتم من جانب الشهر العقاري هو اسمه إنهاء وقف شكلي للإجراءات جميل هو مدى مع حبة الوقف ومعا تسلط المستحقين من الواقف حتى اليوم ما فيش مشكلة عندنا بدين الملكية عظيم جدا ما فيش مشكلة فالمسألة هي هي في منتهى السهولة واليسر بإذن الله أول مشكلة اللي بتقابل الماطن إيه؟ إنه هو ما عندهش حجة الوقف إنما لو هو عند الحجة ومعاه تسلطل من الواقف حتى اليوم فما فيش مشكلة في إنهاء الوقف بس كده تبقى الحكاية خلصانة جدا جدا إن شاء الله أنا بشكرك جدا دكتور جمال كل الشكر دكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري إضافة إلى إنه إحنا فيه انتظار إنه قريب كده نعود فيه لقاء على الهوى نعود نتكلم بالتفاصيل في كل ما تم من تعديلات تيسيرا على المواطن لأجل تسجيل عقاري تعالى بقى ننتقل لحاجة خبر يبدو مختلف جدا وجديد اسكندرية دائما ما تبهرك بالمناسبة يعني اسكندرية بخلاف إنها محافظة جميلة اسكندرية دا غنت لها ستة في عروز يعني شط اسكندرية شط الهوى اسكندرية حلوة قوي أنا من الناس اللي تحب اسكندرية اسكندرية عملت دلوقتي حاجة غريبة جدا وجديدة ومختلفة وفعلا رائعة تم افتتاح أول سوء للجملة في العالم بياخد طاقته من الطاقة الشمسية جديدة دي صح؟ في العالم يا يوسف على حد مع علوماتي أيوة يا فندم في العالم يعني دا عندنا احنا في اسكندرية بتاعتنا أصلي في اسكندرييات كتير في الدنيا يقول له أيوة اسكندرية جمهورية مصر العربية معانا على التليفون ستة الليوة محمد الشريف محافظة اسكندرية إزاي حضرتك يا فندم أهى مساء خير يا فندم مساء خير على الساد المشاهدين إزاي صحة فندم مساء الفل هارجع أخدها ولو حتى من باب المداعبة اسكندرية بتاعت مصر مش اسكندرية بتاعت حتة تانية يعني احنا أجمل اسكندرية في العالم يا فندم طبعا مما لا شك فيه ايه حكاية السوق اللي بيدار بالطاقة الشمسية وهل فعلا ده أول سوق جملة في العالم يستمد طاقته من الطاقة الشمسية أو طاقة تشغيله يعني الكلام ده صحيح طبعا نحن النهاردة كان مشرفنا السيد وزير التموين والدكتورة نبين جامع والسيد كريسيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي اللي هو كان بينسك معنا في عمل الوحدة للطاقة الشمسية دي وكان معنا طبعا السيد رئيس الغرفة التجارية والحقيقة كان يوم رائع النهاردة نحن النهاردة بنعتبر أول سوق في العالم بيعمل بخلايا الطاقة الشمسية لكهروضوئية بقدرة مئة كيلو وط في منطقة العمرية يعني المنطقة العمرية كلها ممكن تستفيد من وحدة الخلايا الضوئية دي مش السوق بس لو قونا الشبكة بتاعة الخلايا وده أمر بسيط جدا وسهل جدا فممكن نكفي المنطقة بالكامل خلينا أقول لك الموضوع ده ذا أهمية قصوى يوسف بيك بشكل غير عادي أنا الحقيقة لسه راجع من مرسيليا من 48 ساعة الحمد لله عسلم في مؤتمر في مرسيليا لكل المدن التي تطل على البحر الأبد المتواصف والمؤتمر ده كان خاص بالتغييرات المناخية وانبعاثات الحرارية وخطورتها على كل الدول أو كل المدن اللي بتطل على البحر الأبد المتواصف وكانت مناقشات رائعة لمدة يومين ودائرة ومستديرة دوائر مستديرة وحفل افتتاح وحفل افتام وحضروا العمدة مرسيليا ورئيس اللي طلين الجنوبي هناك رجعون موزليا وكل ده أنا بقوله لسعبتك ليه كل ده بيقول احنا دلوقتي كل الدول اللي على حفوض البحر الأبد المتواصف بتعاني من قلق وخطورة من انبعاثات الحرارية اللي بتؤدي الى انتفاع درجة حرارة البحر ثم تؤدي على طول الى القضب الشمالي يبدأ في الزوابان ومن ثم زيادة منصوب سطح البحر بدرجات متفاوتة بين الدول كل ده حيؤدي الى عمليات محر على الشواطئ كل ده حيؤدي الى غرق بعض الشواطئ البعض العلماء اللي هم نظرة سودوية شوية بقولك لا المية هتدخل على المدن دي كلها مش الاسكندرية وبس المؤتمر ده كله كان بيسأل كل محافظين وعمد المدن اللي بتصلوا على البحر قبل المتاصف انتو كدولة عملتوا ايه وكمدينة عملتوا ايه عشان نتكفف هذه انبعاثات الحرارية صح واول حاجة اللي بنشوفها النهاردة دي السوق اللي بيشتغل بالطاقة الشمسية ومنطقة العمرية ده عشان انبعاثات الحرارية اللي موجودة اه مصر على اه اه كلها بالكامل دولة مضارة من الانبعاثات الحرارية والتغيرات الماخية ليه يا فاندن لان احنا الانبعاثات الحرارية اللي خرجها منا وفق الابحاث العالمية كلها ستة من عشرة في المية ستة من عشرة في المية اه ورغم كده احنا الدولة المعربة للمخاطر اه خاصة بالانبعاثات الحرارية اكاد تكون الدولة رقم عشرين على المستوى العالم اه فإذا احنا دولة اه مضارة فلابد من ان دول البحر الابد المتاصب كلها تتكاتف مع بعض وتتعاون مع بعض عشان نخفف الانبعاثات الحرارية عشان تستمر دي رقم الحرارة زي ما هي ما ترتفعش وما يزدش منسوب البحار وفي هذا اللي صار طبعا شفنا اللقاءات والمؤتمرات اللي حضرها في خامة الرئيس وعشان نعلن ان مصر دولة مؤتمة جدا بهذا الامر وفي سيادة الرئيس عمل لنا في شرم الشيخ في شهر 11 حاجة اسمها كورب 27 مؤتمر خاص بالتغيرات المناخية لمنقشة الاثار كلها اللي بتترتب على هذه المتغيرات ويمكن احنا شايتين في اسكندرية كميات الامطار الغزيرة جدا اللي بدأت تزداد على مدار السنوات الاخيرة دي نتيجة احتفاظ حرارة وتغيرات المناخية طبعا يمكن بعض العلماء اشار ان ممكن يحدث على بعض الشواطئ ظاهرة السونامي بشكل مبسط او خفيفة شوية او رياح قوية جدا ده برضو جاي نتيجة تغيرات المناخية اللي بتعمل ده يا فندم لما تيجي طول اسكندرية السوق اللي بتعمل ده كان بالتنصيق مع الاتحاد الاوروبي بتكلفة مش كبيرة اوي 30 مليون جنيه لكن هي دي كانت البداية ان السوق كله حيعمل بالطافة الشمسية حاجة هامة جدا كل الخلايا الكهروضوئية دي حتكون سهلة الفك وتركيب زي الفك وتركيب ممكن اتكهى اماكن اخرى عشان استفيد منها في اي مكان انا محتاج منه اه تي اسكندرية عملت ايه مبدئيا عشان ده منظومة النقل العام اللي في اسكندرية قلها احنا بدأنا نغيرها نخليها اوتوبيسات كهربائية وعندي دلوقتي 15 اوتوبيس كهربائي حلو طب ايه تاني اه لا احنا محاولين اه اه يعني مش عاوز لك اكتر من 80 اوتوبيس بالجهز الطبيعي طب ايه تاني يا اسكندرية احنا لا احنا عندنا اعمدة كتير جدا مقات الاعمدة دفاقية عملنها بالطاقة الشمسية وليست الكهرباء ده كلام حلو بس انا عندي طلب ورجاء وامل الاسكندرية بتاعتنا زمان اسكندرية اللي هي مثلا حتة بتاع محطة الرمل والمنشية الى اخره انا عاوز فندم في عهد حضرتك كده ترجع لسابق عهدها الاول المباني ترجع تاني لسورتها الاصلية الحضائق اللي فيها يعد تنسقها الحتة بتاعت قبر الجندي المجهول النصب التذكاري الحتة الجميلة دي كلها دي من اجمل علامات اسكندرية عايز الحاجات دي ترجع زي زمانة فندم اولا شكرا وشارع فؤاد بقى والنبي دانيال وكل الكلام الجميل ده شكرا على الطلب الهم جدا اللي هنا كل اهل اسكندرية بيطلوا به ولكن خلينا اقولك ان انا بوجه لك الدعوة خلال شهرين لشهرين ونص هنستلم ان شاء الله محطة مصر واحتي يوسف بي هتشوف عجوبة انا طول اه 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 احب اقول لسعادتك بامامة هتشوف عجوبة ما ما كانتش على مدار سماتين اربعين سنة محطة مصر بالشكل ده يلا بينا لا هنشوف حاجة رائعة مباني رائعة ميدان زي الميادين العالمية بالصحة وانا وعدت بكده وقلت مجرد ما هخلص من ده المحطة حد فندان المنشية ومحطة الرمل وحشتغل فيهم بالتتابع ليه لان لازم اشتغل بالتدريج احنا حطين رؤية محددة ومنظومة عشان انا عندي عفوا مئات الالاف من الباع الجائلين جيما لقناهم كده ولازم فانا لازم بقى بحط حلول جذرية مش حل ان انا اشيلهم النهاردة وحيرجعوا بعد يومين حيرجع بعد يومين وقطع العيش مش ده الهدف لا انا بنظم الموضوع بمنظومة معينة وستراتيجية معينة واتحدى بعد كده البعد ما انخلص بحطة مصر لن يجرؤ باقع متجول ان يدخل فيها او توك توك يدخل فيها لا حيبا في ديها ادارة كاملة مش من المحظة ادارة كاملة من الجهة اللي قامت على المشروع نفسه لانها مسؤولة عنه وحتبقى هي مسؤولة عن كل حاج يا مياسر الاحواء هنشتغل بالتتابع يبقى توكلنا على الله انا بشكرك جدا 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 سبت اللي هو محمد الشريف محافظ الاسكندرية محطة مصر ومحطة الرمل والمنشية والفرعنة وقصة على ذلك بقى كل الشوارع الداخلة والمؤدية اسكندرية بتاعت زمان كنا نسميها زمان او يعني الحي اللاتيني فيه ناس تاني تسميها الحي الإيطالي تسميها زي ما تسميها بس اسكندرية بتاعت زمان الحلوى اللي زي الأمر دي والمكان بتاعت البنك المركزي ما انا لو قلت اسمها بقى البنك المركزي ولا حيدي اللي ينفع نقوله من غير ما يبقى اعلان الحتة بتاعت البنوك اللي هناك والكلام جميل قوي ده تحفى معمرية صروة لا تقدر بتمن بالمعنى الحرفي لو السلام بقى لو يجينا نخش بقى الحتة بتاعت جيلي مونابلو على سبيل المثال الحاجات اللي لسه فضلة من الأزمنة الجميلة وقت مكان المعماري بيقعد يبزل مجهود ووقت وتفكير عشان يطلع شغل جميل يعني انا ليه واحد صاحبي جدا اسمه مهندس محمد السماوي ما قولكش والله العظيم من الناس اللي ما تيجي تقعد معاها تحس انه رجل بيحب الإبداع بيحب الجمال يحب المبنى الجميل بقى دق تفاصيله يتغزل في التفاصيل جدا لما باجي بابست بلاقي انه ايوه هو ده جزء من روح وعقل وقريحة ووجدان المعماريين والمهندسين المصريين بيحبوا الجمال مش بس مهندسين أشاوس بيحبوا الجمال خلونا نرجع اسكندريا لحلوتها وجمالها الأولان تعالوا نروح للأهلي اللي بقوله ألف 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 مليون مليارت رليون زليون مبروك الأهلي في تمثيله للكرة المصرية الحقيقة فرحنا وشرفنا وشهيصنا أنا كذا ملكاوي بقولك كده من قلبي والله العظيم ورحمة بابنا سعيد وقلت الكلام ده يمكن الأسبوع اللي فات الأهلي الحقيقة قدر أنه يفوز على شقيقه الهلال السعودي أربعة صفر يا معلم وبالمناسبة الهلال السعودي مش نادي سهل ده نادي شديق صح يا شهتا نادي شديد 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 يعني عضم آه ما شاء الله عليهم الله أكبر يعني بس الأهلي من الخرابة بي على الحلاوة بصراحة مرش حلو بسطة علينا يا رب إحنا كمان كزمال كوي الحظ سعاد بيخالف لكن جاية جاية الزمالك النهاردة تعادل بس الزمالك جاي النهاردة فرحة الأهلي يقوم ما هيبقى فيه فرحة زمالك هيبقى فيه فرحة زمالك ونحضر علم الزمالك برضو أنا كراجل رياضي أنا شجع اللعب الحلو أو الله العظيم كده الأهلي عمليا هو الثاني صح كده شهاية وكده الثانية الثالث على العالم آه لأنه فيه كان تشيلسي وفيه النادي البرازيلي وإحنا لو بلميرس صح وإحنا المرة ثلاثة شفتوا أنا بقول صح ليبقى عمل بغش بقى شغال أنا لأن أنا برضو السن برضو بقى صعب يا جماعة تخيلوا السنة دي هبقى 47 سنة يا خبر بيض يا خرابي أنا بقيت ببرد يا جماعة أنا كنت الزمان إيه في الجو اللي زي ده كده وحش أمشي بنص كم وروح التمرين وانزل المية ونط الجبال وارفع الأسقال طيب تعالوا بقى نروح إيه على حصاد المشاركة المصرية في قمة المحيط وهو أمر شديد الأهمية عاوزين نقعد نناقشه بالراحة ونسمع قدر الإمكان من سيادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق بعد إذنكو استنونا أهلا بحضراتكم مرة تانية حضراتكم تبعته مفترض وأعتقد بل أظن ظنا حسنا قمة محيط واحد واللي شاركت فيها مصر بحضور فخمة الرئيس لما سافر فرنسا القمة بالأساس أيمة على فكرة التعامل معها ما يحدث من تغيرات المناخية الفكرة جت بمبادرة من إيمانويل ماكران طيب خلونا نفهم أهمية القمة دي إيه وأهمية النوع ده من المبادرات إيه وهلي انعكساته على مناحي أخرى زي الصناعة الاقتصاد أحيانا العلاقات السياسية ما بين الدول خلونا نرحب بشدة بضفنا العزيزات السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق منورنا فن الله يخليك حبيل إزاي الصح شكرا الكرام صحح المزيع إذا كان غلطان على هذه القمم أليست هذه القمم لها دايما انعكستها على الاقتصاد والصناعة وخلافه من الأمور حتى في العلاقات ما بين الدول وبعضها البعض بالتأكيد يعني هل نلاحظ في العاشر سين اللي فاتت نتحولت القمم من قمم سياسية صرف إلى قمم تحتم بقضايا موضوعية قضايا تهم المواطن وتهم المجتمعات ككل وده المبادرة الفرنسية اللي أعيدها الرئيس عفتاح السيسي مبادرة رائعة لأنها بتتكلم على قضية لم تكن مطروحة بشكل محدد يعني مطروح دايما مشكلة البيئة مطروح دايما اتفاقية البحار ولكن لم يكن اتفاقية أنك أنت تشوف المحيطات بالذات والبحار كيف نستطيع أن نحافظ عليها ونستفيد منها أكبر استفادة فبالتالي هذه الخمة بالذات كانت لها وزن كبير من ناحية الموضوعية في أنها بتتكلم عن هذا الموضوع ولكن مشاركة رئيس عفتاح السيسي كان لها ثلاث مستويات ملهاش فقط المستوى اللي نكلم عنه عن القمة وموضوعها المحدد ولكن لها قضيتين أو بعدين آخرين البعد الأول هو أنك أنت بتكلم عن أن مصر ستكون رئيسة للمؤتمر البيئة الذي سيعقد فيه شرم الشيخ في نهاية نوفابر وبالتالي هناك ترابط وتداخل ما بين المؤتمر الذي دعا له ماكرو والمؤتمر الذي ستنظمه مصر وبالتالي كان من مهم جدا أن يكون الرئيس هناك ويتحدث عنه ودعا معظم المشاركين في هذا المؤتمر للحضور لكن الخط الثاني هو أنت في كل مؤتمر في الواقع بيبقى فيه مؤتمر موازي اللي هي اللقاءات السنائية اللي هي نفتح فيها أفاق جديدة للعقاءات ما بين الدول المشاركة وأنا لاحظت في المؤتمر دا قبل من نتكلم عن المؤتمر نفسه وطبيعته أن الرئيس التقى بشخصيات متعددة طبعا من اللقاء الفرنسي المصري القمة المصرية هذا مهم جدا وكان هناك اتفاقات محددة واضح فيها هذه اتفاقات أنها أثرت على أو دخلت في أعماق القضايا الإخليمية ومن ضمنها ليبيا مثلا الشكل بتاع ليبيا ولكن أيضا كان هناك اللقاء مع رئيس وزراء المرويج مع المفاق الرئيس المفوضية الأوروبية مع رئيس الوزراء التونس يعني هذه اللقاءات في خلال 24 ساعة يعني تحرك دولماسي يتوازى مع المؤتمر في حد ذاته لكن عندما نعود للمؤتمر الفكرة في حد ذاتها أنك أنت بتكلم على المحيطات والبحار مش بس المحيطات هي فكرة محيط واحد بمعنى كل المحار دي محيط واحد لنا يحيط بنا وبالتالي يتحدث عن هذا ويتحدث الرئيس الفتاح السيسي على أن في الواقع البحار عبارة 70% من الكرة الأرضية وبالتالي إذا لم نكن نهتم بـ 70% من الكرة الأرضية هنهتم بإيه وهناك أطر قانونية مش واضح للاستفادة من البحار ومن المحيطات لحد الوقت ما زال هناك إساءة استغلال المحيطات والبحار يرمو فيها المخلفات المخووية والنفعيات ومائلي عدم اهتمام بدرجة كافية بهذا ده بيؤثر علينا تأثير جزري لأنك أنت لما يكون في هذه المياه طبعا المياه في المحيط بتدخل على البحر الأبيض وتؤثر علينا في النهاية وتدخل أيضا على البحر الأحمر وبالتالي اهتمامنا بهذا اهتمام مباشر مرتبط بالمنطقة العربية ومنطقة مرتبط بالمصالح المصرية عندما نتحدث عن هذا وعندما يتحدث الرئيس عفتاح السيسي أن مصر توافق من حيث المبدأ على انضمامها للإعلان الذي صدر عن المؤتمر وده إعلان مهم جدا أنه بيبدأ خطوة يعني إيجابية للاستفادة من المحيطات والبحار ثم يتحدث عن أن إحنا سنكون شركاء أيضا في التحالف العالمي للمحيطات وفي التحالف الطموح للحفاظ على المحيطات والبحار أنا عايز أقول أن فيه نقطة مهمة جدا تحدث الرئيس عفتاح السيسي عن حاجات فنية ارتفاع درجة الحمودة وتدهور المياه البحرية وتأثيرها ومائلية يعني حاجة فعلا كلمة موجزة ولكن فعلا يعني بيسموها بالانجليز يعني مركزة على التعام ولكن في النهاية إحنا نجيب أن نتحرك في نفس هذا الإطار نتحرك بخط موازي وأحد الأفكار التي تطرح أن إحنا ليه ما نعملش مبادرة للحفاظ على البحر الأبيل المتوسط ندعو دول البحر الأبيل المتوسط إلى مؤتمر في هذا الإطار نفسه للحفاظ على البحر الأبيل المتوسط البحر الأبيل المتوسط متأثرة أستيرا كبيرا جدا بالنفايات والحقيقة بيؤثر علينا الإسكندرية بيجي عليها وبور سعيد بيجي عليها حاجات كثيرة من الزيوت التي ترمى في البحر وبالتالي لو استطعنا أن ناخد هذه المبادرة خطوة إلى الأمام ونادى إلى المؤتمر للدول البحر المتوسط لم يكن في زمان من أجل المتوسط كان ولكن ليس هناك خطوات يعني بعد هذا فبالتالي مشاركة الرئيس الفتاح السيسي في هذا في هذا المؤتمر بيدعو في حد ذاته هو بيكلم في خطبته أن نهتم في أن يكون هناك أطر قاومية وأن نحن اتخذنا فعلا قرارات بالأطر القانونية للحفاظ على البيئة وعلى البحار وما إليه إذن إحنا موقفنا إلى حد كبير سابق على الآخرين في هذا طبعا سابق على دولة زي ليبيا زي تونس زي الجزائر زي ما إليه لأن معظم الدول دي لم تتحرك في هذا الإطار بالشكل اللي احنا تحركنا فيه ولكن قد يحتاج الأمر إلى مبادرة محددة بالنسبة للبحر ومتوسط للحفاظ على المياه البحر المتوسط أنا أسأل هطلع فاصل وعايز أرجع بعض الفاصل أدخل فيه تفاصيل إن استطاعنا قدر الإمكان على حسب الوقت يعني الإجتماعات الثنائية اللي جمعت الرئيس بعدد من قادة الدول وزي ما كنا بنكلم عن مفاوضة التحاد الأوروبي أو الرئيس ماكراو نفسه إلى آخره وشكل هذه الإجتماعات يعني أبرز النقاط في رأي سيد سفير اللي تم منقشته بالتأكيد فيها ليبيا وأظن أيضا فيها لبنان مما لا شك فيها يبقى فيها حاجات متعلقة بمنتدى شرق المتوسط كان لدينا لقاءات سابقة متعلقة بالأوضاع اللي موجودة في العراق أنا هحاول أفهم ليس إلا فاصل ونكمل الكلام وزي ما يقولوا كده للحديث شجون خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بسيد سفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت بتكلم على اللقاءات الثنائية اللي عملها فخمة الرئيس ويمكن من أبرزها لقاءه مع الرئيس الفرنسي وأيضا مفاوضة الاتحاد الأوروبي بالتأكيد زي ما أنا أشرت في البداية أن في الوقع في أي مؤتمر بيكون فيه مؤتمر موازي وهو اللقاءات الثنائية مع القيدات الموجودة في المؤتمر في معظم التحليلات دايما الناس بتركز على المؤتمر موضوع فقط وما تاخدش في اعتبارها أن اللقاءات الثنائية هي الأساس في تطوير العلاقات يعني وممكن المؤتمر بيبقى مسرح يعني الحديث وكلمات وما إليه لكن تطوير العلاقات حقيقة بيكون فيه اللقاء الثنائي مبين القادة أو سلاسي يعني فبالتالي اللقاء الثنائي ما بين الرئيس عفتاح السيسي والرئيس مكرون النقطة مهمة جدا لأن فرنسا دولة فاعلة في كل القضايا الموجودة في المنطقة العربية خصوصا المشرق العربي طبعا مش بس المغرب العربي لأنها طبعا علاقة مغرب العربي طويلة وخصوصا تونس والمغرب والجزائر ولكن في المشرق العربي دورها في لبنان حتى في العراق كان فيه زيارة مؤخرة للرئيس مكرون ثم دورها في ليبيا دور مؤثر جدا واهتمامها أيضا بقضايا الأخرى زي القضية الليبية وقضية السودانية وما إلي المنطقة بتاعتنا منطقة مشتعلة ولم يكن لمصر دور فاعل في أن يكون تجمع وتحشد الموقف الدولي لكي يساعد على حل هذه المشاكل حل نستمر في هذا الموقف الذي لا نحصد عليه وبالتالي عندما يتحرك الرئيس عفتاح السيسي للقاء مع مكرون ومع زي ما أشرت أنت إلى الرئيس الفوضية الأوروبية يتحدث عن كيفية أن نخلق مناخ لحل هذه القضايا وبالتالي دي أحد القضايا الأساسية التي ترح طبعا هذه اللقاءات جاءت فيه جو ويسيطر عليه القلق من ماذا يحدث فيه أوكرانيا والصدامة بين الروسيا والغربة بشكل عام هذا طبعا موقف صعبي جدا ولحد الوقت مش واضح ماذا سيحدث وما إليه ولكن على الأقل كان هناك اتفاق مبدئي فيه تقديري ما بين مصر وفرنسا على ما يمكن أن يجري في الثلاث مشاكل الأساسية لكلمت عنهم هي الليبيا ولبنان والعراق وبالتالي ده التصوري أن نخش تركز على هذا وتبين هذا عندما المجلس النواب الليبي عين رئيس وزراء جديد أن مصر وفرنسا كليهما عيدوا الفكرة وطرحوا أن يكون فيه دعم للتحرك نحو الانتقابات المائلية وبالتالي هناك تلاقي في الأفكار المصرية والفرنسية طبعا التلاقي المصري الفرنسي ده له تاريخ طويل من أيام محمد علي ومائلية دايما هناك علاقة ودية ما بين مصر وفرنسا والشعب الفرنسي يقدر جدا الثقافة المصرية والحضارة المصرية القديمة ومائلية وبالتالي يجب أن نستفيد من هذا الزخم ونستفيد من تطوير على هذه العلاقات وأنا أعتقد أن العلاقات الحالية سواء في مجالها السياسي أو مجالها العسكري أو مجالها الثقافي متطورة جدا طيب ويجب أن نستفيد منها أيضا كان فيه اللقاء مع النوروينج وده مهم خالص أظن أبدا بالتأكيد دول الشمال الأوروبي سعيد بالضبط إحنا نهتم يجب أن يكون اللون اهتمام بكافة الدول الأوروبية وما يجبش أن نركز على دولة واحدة ونترك دول أخرى وفي الماضي كان فيه تركيز كبير جدا على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبس يعني إيطاليا كمان إنما يجب أن نتحرك في كل المجالات وكان من الحاجات التي تقدر جدا لرئيس الفتاح السيسي أنه ما يسمى بالدبلوماسية الرئاسية تحرك لكي يطور علاقتنا بوسط أوروبا في اللقاءات هناك وبالتالي الوقت نحن نتحرك لتطوير علاقتنا مع الشمال السكندينيفيا الشمال الأوروبي هذه هي هذه التحركات مفيدة لأنها في النهاية عندما تفتح هذه القنوات الابتصال على أعلى مستوى بهذا الشكل تستطيع أن تؤثر على القرارات بشكل أكثر وضوحا وأكثر عمقا بينما عندما يكون بس اللقاءات على مستوى سفير وعلى مستوى وفود رايحة وجاية ما يبقاش فيه هذا الزخم الذي يستطيع أن نستفيد منه في الفترة الحالية بالإضافة كده كان فيه لقاء مع رئيسة تونس وتونس تمر مرحلة صعبة جدا مرحلة مخاب صحيح وبالتالي عندما يكون الرئيس يدعم التحرك في تونس نحو الاستقرار وما إليه دي برضو كانت نقطة مهمة جدا في اللقاءات التي حدثت بشكل عام هذه اللقاءات الأربعة تمثل نموذج للتحرك المصري والتحرك الرئاسي وما يسمى الدولماسية الرئاسية يعني احنا الوقت من التحرك في الدولماسية مش بس على مستوى دولماسية التقليدية وزاة الخارجية والسفراء لما نتحدث على الثلاث مستوى مستوى الدولماسية الرئاسية مستوى الدولماسية الأصيلة ثم مستوى الدولماسية الشعبية من التحرك أيضا مجلس الشعب ومائلي ومجلس النواب والشخصيات العامة ومائلي عندما نستطيع النعم الاستراتيجية متكملة لترابط هذه العناصر ما استطيع أن نؤثر بشكل فعال على العالم حولنا دائما ما نستفيد بوجود سادة سفير معنا وتعالى أن احنا نتقابل قريب تاني ما يبقاش بقى مرة كل ستة أشهر زي ما كنا بنقوله احنا بنبدأ الفقرة احنا داخلين قبل الهواء احنا دائما نتشرف الحقيقة ونبقى سعداء جدا بوجود بحضرتك معنا شكرك جدا سادة سفير شكرا وبإذن الله إلى لقاء قريب جدا طول ما في تحركات ديبلوماسية نشطة طول ما احنا هنبقى متشرفين بوجود حضرتك معنا كل الشكر لك معالي السفير كل الشكر وخلونا بعد إذن حضرتكم هنبدأ ننتقل إلى فقرتنا اللي جاية هي مش بعيدة قوي عن يمكن المؤتمر اللي تكلمنا عليه موحيط واحد لأنه معني بالتغييرات المناخية هي المسألة أيضا متعلقة بفكرة التلاوس احنا الفقرة اللي جاية متعلقة بإيه بقى فيه ناس تاخد قرار بأحيانا بنية جيدة وأحيانا بنية غير جيدة نحن نعيد تدوير الزيوت اللي بتاعت الاستخدام المنزلي جوه البيت وده صح ولا غلط طب بيؤدي إلى إيه بيتعملها إعادة تعبئة واستخدام وفي الناس بتفتكس آه استنونا بعد الفاصل أهلا بيكو إيه وعا تقول لي ما إحنا بنزبط الزيت وبننظفه وبنفلتره وبنكرره عشان خطر برضو المسألة تبقى على قد المعايش بالمناسبة اللي انت هتوفره من ده بعد الشر عن الجميع انت هتصرف قد عشرات المرات علاج صحة سموم ومواد مصرطنة وما إلى ذلك في خطورة داهمة على حياة حضرتك لما بتقرر أو تسمع كلام حد يقول لك ده الزيت ده مفلتر ده مكرر ده مدور ده مفيش كلام من ده خلونا نحاول نفهم أكتر على اللي بيحصل وعلى الكارسة اللي بيسببها النوع ده من الاستخدام مع سيارة النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري وبتاء التأنيس بالمناسبة ودي حاجة مهمة جدا إزاي الصح؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله إيه حكاية الزيت المدور والمكرر والمفلتر؟ دي حكاية كبيرة قوي وليلي طيب بداياتاً إحنا بس هنحط قاعدة اللي هي كلنا طبعاً عارفينها في الدستور المصري المادة التسعة وصعبية بتقول لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافي إلى خقلها بس إحنا هنحط تلاتهور تحت كلمة صحي فده حق دستوري وبديه إن الغذاء لازم يكون يعني صحي وغير مسبب للأمراض وا وا كارسة الزيوت اللي بيعادت استخدامها أو تدويرها هي موضوع كبير قوي في أطراف كتير جدا علشان نقدر نشرحه ببساطة هنتكلم إنه في من حوالي كام سنة في هدف نبيل طلع إن إحنا بنحاول نقلل الأضرار من إن إحنا نتخلص من الزيوت المستخدمة بشكل غير آمن يعني نميه في المجاري مثلا نميه في الشارع مع الحرارة بيعمل ممكن انفجارات ممكن تأكل في البنية التحتية ففكرنا إن إحنا هدف نبيل نستخدم الزيوت المستخدمة نعود تدويرها في حاجات مفيدة زي البيو ديزل مثلا حاجز الشبه السولار زي العلف زي أنواع الصابون طبعا الهدف شكله جميل ومحترم جدا لكن كالعادة للأسف بتلاقي أصحاب الضمائر ضعيفة بتستغل النقطة دي بتجميع الزيوت تحت السطار الهدف ده علشان تبدأ للأسف كارثة تدورها بتضفلها مواد كيموية عشان يرجع لونه تاني كلير ونقي مواد كيموية؟ اه مادة مشهورة باسمها سيليكات الأمونيا بيقول عليها سوبر وان دي مادة بتضاف على الزيوت اللي هي بتبقى محروقة بقى وكده وفبتخليها ترجع كلير وصفر وجميلة وذهبية نشادر في الزيت تخيل حضرت قبل عن نشادر لما شفت الملف ده اتفاجئت بكوارث لاني لسه حدودك هتسمع كمان طبعا وبيوعد تعبئاتها يعني أبوات مجهولة ما فيش عليها اي داتا ولا اي حاجة وبتتبع تاني بتحتي بيل السلم وللأسف احيانا بتتبع يعني للبيوت في الشارع يعني ناس بتبيع زيت زيت في الشارع زي فوضى اي حاجة بتحصل طيب الناس دول القصة دي كلها اطرافها كتير مقدرش نختصرها في الناس اللي بماشي في الشارع تلم زيوت من البيوت طبعا دلوقتي بيوصل اللتر بياخدوه بسبعة جنيه بيقولوا الست البيت جمدلنا الزيت المستخدم وبهناخد منك اللتر بسبعة جنيه فطبعا مصدر دخل لأي ست بيت طبعا احسن متري يلا احسن متري بزبط لكن بيروح فين بعد كده هي دي النقطة عندنا صغار المجمعين اللي بقلنا عليهم عندنا مكان تجميع الزيوت دي أماكن وكل الشوية نسمع عن ضبطية يعني انه ضبطوا مصنع بيعيد استخدال الزيوت دي تاني للأسف بترجع لنا تاني في صورة ايه كل محلات وعربيات الفول والطعمية في الأماكن الشعبية كلها بتستخدم النواية دي من الزيوت على فكرة انا يعني اتكلمت مع ناس وحاولت ان انا اوصل لبعض المعلومات اكتشفت ان هم بيجيبوها جراكن مجهولة المصدر ما فيش عليها اي معلومات وبتستخدم الصبح بيحط الزيت وبيطول اليوم بقى 50-60-70 مرة ولو بقي في الآخر ممكن يصفيه ويبكرة بيزود ما بيغيرش طبعا قصة اللي يغير دي تقريبا ايوة بيزود فعلا طبعا طيب هنتكلم يعني القصة دي كلها اخرها ايه ولا اخرها كوارث زي محراج بتقول كده انا بوفر في تمام الحاجة اللي بستخدمها لكن في الاخر بدفع عدها عشرات المرات على الصحة العام ايه اللي بيحصل اللي بيحصل اللي بيحصل ان مع اولا عشان نتكلم بس اللي بيحصل ايه في استخدام اللي هو الامن كمان يعني احنا بنقول كل العراء الطبية بتقول احنا نستخدم الزيت مرتين في البيوت يعني مرة وتاني مرة بشرط انه يصف من بواق بواق الاكل والشوائب اللي فيه ويحفظ يعني يعني اناء محكم الغلق ونستخدمه مرة تانية وخلاص مش كده وبس ده لو طلع دخان في المرة الاولى لا يعد استخدام لانه لو استخدمنا بالطريقة دي في مواد بتبقى اسمع الاكل اللي بعيد دي مواد مصرطنة بيحصل كمان اتحاد للشوارد مع الاكسجن اللي في الجسم بيبدأ يحصل بتعمل تغيير في الخلايا تخليها خلايا مصرطنة بتأثر بقى على عضلة القلب على الكبد على القوايات دموية على الكلة في الاخر بنبدأ مع الوقت امراض طبعا اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها كتير سرطانات القولون والمعدة والكبد كمان بتأثر على القدرة الذهنية على فكرة احنا مقصين يعني مالاخبطة اه عشان في الاخر احنا مفيش منظومة واضحة وده يمكن سبب طلب الاحواط اللي انا هتقدمت بيه ان يعني طب احنا هنعمل ايه وانا واثقة ان الطلب ده تقدم قبل كده من الزملاء في الدورات قبل كده لان القضية دي اكيد موجودة احنا مش عايزين ردود جميلة وان في قانون او بيستخدم مواد مخشوشة وتؤثر على الصحة يعني في مواد ما بتؤثرش على الصحة دي ليها عقوبة من سنة الخمس سنين سجن وغرامة من عشرة لتلاتين الف اللي بيؤثر على الصحة بتبقى من سنتين لسبعة وغرامة من عشرين لاربعين واذا اثرت معاها مستديمة بتغلص ويوصل الوفاء بتدي اشغالش اموال ما هي بتؤدي للوفاء على مدى متواصل او يعني هي المشكلة في القانون دايما ان انت بتقف قدامه احيانا يعني مفيش سببية مباشرة ان انت تاخد اجراء قانوني لكن طبعا احنا كلنا كأطباء واعتقد حتى اللي مش أطباء عارفين ان ده اكيد ده سابت علميا انه ضرب الصحة طيب بالمسج ما بين الطبيب والنائبة والطبيبة والنائبة هنعمل ايه طلب احاطة اكيد سبقوا طلبات احاطة بالضبط هقول لحضر او انا لازم كن في ارادة حقيقية انا مقدرة جدا فكرة ان برضو الناس خايفة على الناس الغلابة اللي بيبيعوا بيأكلوا عيش طب انا لو جابوا الزيت العادي اللي هو دلوقت طبعا اسعار العالمية زي ما احنا شايفين الزيت زيت جدا طب انا هشتغل ازاي وهكسب ايه طيب دي دي نقطة النقطة التانية التوعية يعني انا لما هتكلم مع ست البيت المصرية وانا بواجه كلامي ست البيت المصرية دايما حريص على صحة قسرتها اللي انت هتوفري لما تجيبي زيت مجهول او تبيع الزيت بتاعك لحد في الشارع زي انه هم بيلف فلازم نستطيع نفهم انما بتعمل كده ده بيرجع عليها بامراض اليها والأسرتها هتصرف اكتر كتير من كده هتقولك طب يا دكتورة انا هعمل ايه طب انا عندي زيت وعايز اخلاص منه بالزبط نرجع النقطة الاهم هي الاطار اللي نشتغل فيه كأهزة انفيزية ودولة ومؤسسات دولة لازم يكون فيه خطة للتجميع فعلا فكرة نبيلة جدا وفكرة كويسة جدا انت بتحمل بيئة وتستفيد عديد التدوير يعني ريسايكل ده حاجة موجودة في العالم كله مهمة جدا يبقى لازم فيه خطة للتجميع بقاليات محددة وتحت رقابة وياريت كمان تكون جهات حكومية او جهات معتمدة من حكومة مراقبة ممكن تبقى شركات خاصة معتمدة من الحكومة مراقبة هيقلولنا فيه بس واضح ان الرقابة تعيفة طب اقول لك حاجة وزارة تموين اعلنت ان عندهم 6000 مفاتش تموين معها بطاقة قضائية طيب هما فيه 6000 يعني لو أسناهم كده على كل محافظة اكتر من 200 هما دول لو بيشتغل هيخش المطعم ولا محل هيلاقي قدامه الزيت التمام وميت فل و14 وزيت شكله جميل وعليه تيكت بيقولون انه من شركة من الشركات المعروف هما بيقولون ان احنا بناخد عينات مش بيعتمد على الشكل مما يسحب العينة من الجيركن الكويس الجيركن اللي مش كويس مستخبي متصبر في الملاحات ما اعتقدش ان برضو الرقابة كمان لو الرقابة هما كل يوم فعلا كل فترة بنسمع عن ضبطيات زي كده بس دي بتبقى حاجات كديرة طيب الناس اللي هما اللي بنقول عندهم مشكلة انهم يوفروا زيوت نظيفة في المحلات او في العربيات المنتشرة دول نحللهم مشكلتهم ازاي اعتقد الموضوع ده ستة الاف مفتش عن ضبطيات قضائية في التموين بس مع العلم ان احنا عندنا وزارة الصحة ليه حق التفتيش الطب وقائي وعندنا وزارة البيئة ليه حق التفتيش يعني عشان كده برضو انا مش شايفة نديميزة ان انت تعدد الجهات المسؤولة عن ضبط الموضوع لان انت كل ما بيتتعدد المسؤولين كل ما المسؤولية بديها يعني الموضوع ده انا بلايق احنا قضية ضبطتها وزارة الصحة طب اللقاء واحنا قضية تانية ضبطتها وزارة البيئة وثالثة وزارة التموين فلا يا جماعة عودوا مع بعض ونعمل الموضوع ده مش بسيط انا عندي حاجة اسمها هيئة الرقابة والسلام على الغذاء مثلا ما يديه طبع وزارة الصحة بطه حلو كل ما هو متعلق بغذاء اللي بينزل مفاتشين الصحة كل ما هو متعلق بغذاء اعتقد اعتقد ده مجرى التصور يندرج المفروض يعني المفترض يندرج هو ده بقى التعديل التشريح يندرج تحت هذه الهيئة فيصبح تصبح الولاية واحدة فلما حب اكلم شعب مصر زي الفيلم لاي واحدة اكلمه بالضبط حد مسؤول حد اقوله انت عملت ايه والنتيجة ايه الاثر في الشارع انا مش عايزة نقدم طلب احاطة وفي الاخر نتكلم ويجي لنا ردود جميلة وفي الاخر نلاقي مفيش اثر في الشارع زي حاجات كتير حصلت يعني وكل يوم بتحصل كوارث في الشارع بسبب انما يعني الكلام نظر الجميل قوي قوي لديكم تصور لمسألة التعامل القانوني مع المسألة مش بس في قلية العقوبة هي في الضبط ده من ناحية ومن ناحية ايه زي ما قلتي انا عايز يبقى فيه عندي قلية لتجميع هذه الزيوت عشان تروح لمكان امن هيعيد استخدامها صناعيا في الحاجات اللي متاح ويتم استخدامها فيها طبعا ده مهم جدا يعني هقولها ريكا الحاجة القانون وافي جدا عندنا قانون حماية المستهلك بيتكلم عن النقطة دي عندنا قانون 281 اللي بيتكلم عن منع الغش والتدليس قانون قمع الغش اسمه جدا ده 281 سنة 94 القانون ده بيتكلم عن وقوبات عنيفة جدا اللي بيغش في منتج زي ما قلت حاليك لو منتج صحي او بيضر الصحة تغلز الوقوبة فالقوانين موجودة والتشريعات موجودة مش محتاجين نغيرها محتاجين نشوف تطبيقها ازاي التجميع زي ما قلت حاليك المفروض يبقى فيه جهة او جهات في كل محافظة مسؤولة عن التجميع يعني انا مش هقدر امنع ست البيت بتلاقي ان ده مصدر دخل من ما فيش بدل ما ترمي الحاجات دي لا بالعكس ده نشجعها ما ينفعش نسيب الناس ده بيقو في الشارع على فكرة بعربية بميكريفون وبيجمعوا الزيت من الناس بيروح فين ما حدش يعرف طبعا ما حدش حاليك سعرف النقطة المهمة كمان الراجل الغلبان ده اللي بيشتري الزيت الرخيص عشان يكسب ويبيع لازم نحلل له مشكلته طبعا يعني انا يعني احنا لو تكلمنا كوزارة تخطيط هنلاقي لو عايزين اوزارة التخطيط تقعد مع التموين مع الصحة مع كده ونحسب كده لو احنا وقفنا الكلام ده بدعم الناس دول بزيوت صحية وهيوفر قد ايه علاج هيوفر قد ايه ناس بتتعالج احنا بمصر في مصر على العلاج مبالغ طائلة يعني فعلا في كمان في كم سنة الاخيرة دول تفرى كبيرة جدا في لجنة في الدولة شو حضرتك يعني هي على اللونجران او على المدى الطويل هنلاقي ان لا احنا هنوفر كتير طب انا عندي اعظمني هنا ثلاث اطراف في المعادلة في طرف منهم هو المستهلك اللي عنده الزيت وطرف تاني الاخ اللي بيسترزق من وراء تجميع الزيت والاخ التالت الاخ اللي هيسترزق من وراء تصنيع الزيت صحي كده ادي كده تلاتة يحيط بالمجموعة دي كلها مجموعة من الجهات الرقابية وزوات التموين على سبيل المسال وفيها من جواها تموين وتجارة داخلية يبقى جهاز حماية المستالكة الذي اصبح مستقلا بحد ذاته فعرضنا المهندس امير حسام الدين على سبيل المسال وعندي من ناحية تانية هيئة سلامة الغزاء ادي كده جهة تلتة وعندي الطب الوقائي وعندي الطب الوقائي دي جهة ربعة عنده مفاتشين ساحة بيطلعوا ياخدوا عينات طيب نيبيا والتموين والتموين طيب نيبيا بقى هل احنا دلوقتي اصبحنا بصدد انه لازم اعمل لجان استماع من الاطراف اللي موجودة على الاقل في الاجهات الرسمية تعالوا يا جماعة نعد نشوف هنخلق الياه ازاي علشان لا اضر بمصالح المستهلك اللي عاوز اتخلص من الزيت ما هو ازاي كان مستهلك على قد حاله وعاوز يبيعه ما يبيعه حقه تمام ده بالعكس ده احنا بنشجع بنشجع بكده بس جهة امنة ويبقى عارفين ضايح فيه طيب ايه اللي مانع ويحول دون وجود جهة امنة تذهب للمستهلك تجمع منه بدل البيع السريح المفروض ان فيه شركات واخد ترخيص بكده لكن طبعا اللي احنا شايفينه لا ناس في الشارع طب هل من الوارد ان انا اتفق مع البيع السريح اللي هو الاكثر وصولا الى المستهلكين انه جمع الزيت يا مولانا بس هتهولي عندي انا وانا هشتري منك بزبط وبالكمية موثقة كمان عشان نمنع اي تلاعب او يبقى فيه آلية ان انا اضمن انه الكمية اللي خرجت من هذا المنزل دخلت فيه الكنتينر بتاع السريح ونفس الكميات اللي تم تجمعها على مدار اليوم هي دي اللي وصلتلي كمركز للتجميع او للتصنيع فيما بعد والنقطة اللي مش هيتحل غير لو عرفنا نعوض او نشجع البيع الغلبان ده اللي لو استخدم زيت اللي احنا بنقوله مرتين تلاتة زي ما بنقول وده طبعا شيء مستحيل يقدر انه يكسب وفي نفس الوقت تضبط ثمن السلعة يعني احنا لو تكلمنا كده هنلاقي ان مثلا صندوطش طعمية ولا حاجة هيطلع فيدخل في عشرة جنيه في العربية عشان يكفي زيت بتاعه طب نعمل ايه يبقى لازم الدولة توفر مصادر لتوفير الزيوت المدعمة للناس دول مقابل ان انت بتوفر مليارات هتدفعها في الصحة العامة بعد كده عشان تعالج مش عارف يعني انا هوفر لتاجر زيت مدعم لا مش تاجر انا بتكلم على صغار بيسترزق منها لكن طبعا المكان اماكن الكبيرة السياحية وربانا يرزقهم بس دول تسيبة اوي بصراحة يبقى في طمع كده يبقى يمحتاجين ضبط ورقابة وتطبيق القانون لان طول ما انت تسيب احنا في عندنا هنا جزء مهم هو متعلق بمسألة جشع التاجر اكيد اللي مصمم انه يخلي هوامش ارباحه تلتمائة وربعمائة في المية بتكلم ما تكلمنا مع الناس لقينا ان مصانع الشيبس مصانع البطاطس المقلية التانية دي مارس بصرف النظر دي مصدر من مصادر توزيع الزيوت على المحلات الصغيرة بشكل ما ممكن ما تبقاش كبريات الاسماء اطبعا انا الكلام ده طبعا يعني انا سمعت ومن بعض الصغار البائعين انه بيجي لهم من الاماكن دي هل بيجي لهم كده عشان يغطي على مصنع اللي تحت بيري السلم بيقول كده وخلاص انه مش عارف بكرة بجيره شكل غير قانوني يعني فيه شخص ممكن بقى فسد الزمة فقد الضمير بيسرق جزء من الزيوت اللي تم استقلك ويعيد بيعها ثاني يعني مش واضح يعني استحالة استحالة لان عليهم رقابة وكده فيه حاجة تانية برضو بيقال ان احنا ما بيديش رخيص لمطاعم او الا ما يكون متعاقد مع شركة لتدوير يعني تاخد منه الزيوت المستخدمة كويس انا مش شايفة كده خالص وسألت الناس لقيت ان لا الحقيقة مفيش ممكن يكون على الورق لكنهم ما عندهمش حد بياخد منهم يعني يعني مش ممكن كل دول يكون مصدرهم البيوت التحرك النيابي في الحالة وثلاثة ما بين مستهكلكين وجهات رقبية وهكذا وهي دي ادواتنا احنا بنعمل طلب احطة بتيجي الناس بتستمع للجهات المعنية المفروض التموين الصحة البيئة ونقعد يا جماعة يعني عايزين نحل الموضوع ده الفكرة مش كلام وبيانات وارقام لا المشكلة ان احنا شايفين في الارض طول ما احنا عارفين والناس كلها عارفة ان في مصانعة دور زيوت وفي استخدام غير امن للزيوت يبقى لسه في حاجة غلط مش يعني مش قصة ديانات ولا ولا لكن قصة انت شايف ايه على الارض صحيح نتمنى ان يكون الجهات دي كلها تقعد مع بعض ويبقى في خطة فعلا مدروسة وتبدأ تشوف نبدأ من اين نبدأ من اللي بيبيع اللي بياخد من الناس في البيوت ولا نبدأ من اماكن الصغيرة للبيع ولا الاماكن اللي تحت بيري السلمة الكبيرة اللي بتجمع وبتحط السلكة الامونيا وبعدين تدخلوا بتكرير وتدوروا وتعبئي تاني هي حلقة كبيرة ولازم تتكسر من اي مكان فيها كارس ربنا وستر على اللي جاي شدو حيلكو بس في المجلس قده وقدود يا رب اشكرك جدا سات النائبة الدكتورة مرفة عبدالعظيم عضو لجنة أشؤون الصحية بمجلس النواب المصري بص يا سادة من الاخر الزيت اللي بيجي لك المضروب ده وانت برضو اذا كنت صاحب محل مطعم عربية أكل الى اخير من الاخر كده انت بتجيب للناس سرطان ده على وش يعني ان انت بتعمله ده بيجيب للناس سرطان قابلها ده موضوع حضرتك بقى كمستهلك في البيت ما تسترخصش عشان ده بيجيب سرطان شفت انا غتت صادم في حاجة في ايدك عندك مطاق اعمل الطعامية ببيتكو بالزرط واعمل الفوس ايه بقى جميل ما هبص التجر الجشع لو ما تقدبش هيزيب هيقدبه انت بطريقك في حاجات كده بتتمعه هتلاقي جهاز حفاية مستهلك شغالة هتلاقي زلط صحة شغالة الناس دي هتشتغل انت قدبه بيدك ولينا في الكلام ده او لينا في الموضوع ده كلام لكن نستأذنكم وخلصة الحلقة لحد كده كل الشكر مرة تاني يا فندم نعم كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة دقايق وهيكون موجود معاكم كريم رمزي اشتركوا في القناة